طب ليه قرار اختلف يعني ليه وقت الثورة قرار كان باغلاقها وليه دلوقتي القرار بفتحها؟ هو كان السبب اللي كانوا بيتكلموا أنا رأيي طبعا أنه كل دي كانت استخدام إعلامي للوضع علشان خاطر خلق حالة خوف وحالة هلع وروح عدائية ضد فكرة الثورة أصلا يعني ده تقديري أنا الشخصي إنما هو حصل التبرير الإعلامي ساعاتها اللي كان يقولوا أنه مصر البورصة المصرية مسجلة علبيا وهتتشطب من المؤشرات العالمية لو ما عدناش فتحها بس طب يعني إيه تتشطب؟ ما تتشطب؟ أي نحن سمعنا التهديد ده فعلا كتيرا ويعني يعني إيه تتشطب؟ ما تتشطب المشكلة ما كانش فيه أزمة حقيقية يعني ورا الموضوع ده هو إعادة فتح البورصة كانت رسالة سياسية بقى تانية بيقدمها المجلس العسكري وكان ساعتها لغاية دلوقتي طبعا الدكتور أسام شارف بيقدم رسالة سياسية إنه مصر مش هتغير فيها حاجة يعني حنفضل عندنا البورصة وكان مواكب لده وضع الموازنة الجديدة اللي حطها الدكتور سامير ردوان واللي ما كانتش تختلف إطلاقا عن موازنات يوسف بطرس غالي فهو كانت الموازنة والبورصة دليل وإشار رسائل سياسية للعالم بإنه مصر مش هتتغير عن السياسة الليبرالية الجديدة اللي جابت لمصر الأزمات وجابت للعالم الأزمات يعني احنا في الحقيقة في الولايات المتحدة في مظاهرات ضد السياسة الليبرالية الجديدة في أوروبا في مظاهرات ضد السياسة الليبرالية الجديدة كويس نسمع الكلمة ده بن حرك لأن في ناس كتير جدا بتثور ضد المتظاهرين في التحرير على أنهم السبب في كل شيء في كل انهيار اقتصادي ممكن يحدث في البلد حضرتك حاجة كوميدية يعني كويس نحن نسمع أوراق مختلفة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة كوميدية في الموضوع ده وأنا يعني من يومين ثلاثة كده كنت قاعد على قهوة جنب البيت عندي واحد غلبان جدا قاعد بيشرب شاي الصبح علشان رايح الشغل بتاعه يعني واتفتح نقاش فبيكلمني بيقول لي يا أستاذ ده البورصة تنهار فقلت له طب وانت مالك سهلا ليه وانت مالك يعني انت البورصة نهارت انت مالك هتاخد منها ايه أو خدت منها ايه يعني هل انت بتضارب هناك في البورصة يعني والمضاربين لو خسروا هم ما كسبوا قبل كده كتير يعني أو بغض النظر علشان ما نزعلش الناس المضاربين الصغيرين لو البورصة تقفلت هم دلوقتي بتفتح البورصة ما بيبيعوش ولا بيشتروا لانه في الحقيقة لو بيعها هيخسر اكتر هو بيضطر يحتفظ بسعر السهم بتاعه وما يبيعوش علشان على امل انه بعد شوية بعد فترة الدنيا هتستقر والبورصة هترد فمش هيخسر فلوسه وبتفضل الاسعار تنزل اسميا يعني والارقام دي كلها البورصة خسرت 10 مليار 11 مليار مش عارف ايه دي مجرد ارقام لانه ما فيش حد بيع ولا اشترع علشان يخسر من يومين عرفنا ان انخفض التصنيف الاقتماني الدولي للشهر التاني ايه للتصنيف الاقتماني الدولي طيب هو حضرتك في حوالي اربع او خمس مؤسسات عالمية اسمها ستاندرد اند بورس ومودز وفيتش والاخره المؤسسات دي شغلتها هي عبارة عن شركات خاصة بس شركات خاصة لها تأثير نسبي كبير على رأي الاسواق العالمية في توجيه الاستثمارات وتوجيه الفلوس دول بيعملوا تقييم اقتماني بمعنى انه يقيم قدرة هذه الدولة او هذه الشركة او هذه المؤسسة على سداد التزاماتها سواء التزاماتها دي ديون او عائدات استثمارات او حاجات بالشكل دول فبيعتدوا انهم يقيموا عدد كبير جدا من الدول عنصر مهم من التقييمات بتاعتهم هو المخاطر السياسية يعني بيبقى جنبهم مثلا بيسمى الاحتياط النقدي مدى الاستقرار الاقتصادي الاحترام القوانين والشفافية والى اخره الجاذبية الاستثمار القدرة على التصدير مستوى الطلب بيسكزى عنصر علشان يقول الاقتصاد ده قوي وينفع تسلفه او ينفع تروح تستثمر فيه ولا لا ومن ضمن الحاجات الاساسية فيه هو المخاطر السياسية ممكن حكومات ديكتاتورية بتتقلب كتير ويحصل انقلبات عسكرية كتير المخاطر السياسية عالية جدا فاللي يسلفك يسلفك بسعر فايدة غالي جدا او ما يسلفكيش خالص دي قصة التقييم الاقتماني التقييم الاقتماني نزل لمصر مرتين خلال السنة دي كلها بس ده طبيعي جدا ولا خطر اطلاقا علي التقييم الاقتماني لامريكا نزل مرة خلال السنة اللي فات يعني معلش انا كمواطن عادي اتأثر ازاي بالتقييم الاقتماني ده لا هو مفيش اثر مباشر هو كل الحكاية انه الشركة المؤسسة دي مودز او سندرد اند بورز او فيتش او كده بتقول للمستثمرين الاجانب او للاسواق الخارجية يا جماعة مخاطر استرداد الفلوس والارباح للمستثمرين في مصر سواء دائنين او ناس راحها تجيب استثمرات وتحطها جوالبلد دية عالية بنسب مقدار نقطة مثلا او نقطتين هي وضعها دلوقتي محايد وضعها دلوقتي مشجع وضعها دلوقتي خطر الى اخيره يعني فبيقول الاشارة بتاعته دي المستثمر بعد كده لو هو الاشارة خطر بيسلفك بيسلف الدولة بسعر فايدة عالي او لما بيجي هنا يبقى لازم تحقق له ارباح كبيرة علشان خطر يرضي استثمر هنا ممكن تأثر على الاستثمرات الاجنبية وعلى قدرة مصر على الاستدانة من الخارج دول الاسارين المباشرين استثمرات الاجنبية هتأثر طبعا لانه احنا دلوقتي بنعاني خلال الفترة اللي فاتت دية من زيروا استثمرات الاجنبية جديدة وكل ما تزيد مخاطر الاقتمان على مصر كل ما يزيد الارقام اللي بالشكل ده والخطر اللي بالشكل ده كل ما يتردد المستثمرين في انهم يجوا يفتحوا اشتثمرات جديدة في مصر وكل ما يزيد الخطر ده كل ما مصر تيجي تستلف من الخارج تستلف باسعار فايدة بفايدة اكبر بفايدة اعلى طب الاحتياط النقد من الدولر ده ممكن يكون تأثيره عامل ازاي وانا حلو ازاي في الفترة الجاي هو دلوقتي في الوضع الحالي اللي احنا فيه مفيش خطر على الاحتياطي لسه ما وصلناش لمرحلة خطر ما وصلناش احنا المرحلة اللي ممكن نقول عليها خطر لما يكون الاحتياطي النقد ما بيغطيش غير تلات اشهر واردات تلات اشهر واردات نقول ابتدينا نروح للخطر احنا دلوقتي بنغطي خمسة سبعة من عشرة اشهر واردات فاحنا برا مساحة الخطر بس طبعا احنا مش محتاجين نوصل لمرحلة الخطر هنا مفروض نتكلم بقى مع الناس اللي بتحكم يعني الناس اللي بتحكم احنا السبب الاساسي في انخفاض الاحتياطي حاجتين هروب المستثمرين اللي هروب الاموال اللي خرجت من البورصة دي واحد اتنين انخفاض ارادات السياحة لكن بالنسبة مثلا لتحولات العاملين المصريين من الخارج زادت ارادات قناة السويس زادت العجز التجاري قل يعني الفرق ما بين صدراتنا وارداتنا قلت فكل المؤشرات التانية جيدة بالنسبة للاحتياطي ان هو يعيش كويس ما عادة حاجتين السياحة وهروب الاستثمارات ودول مرتبطين ارتباط وثيق جدا بالامن وبعدم الاستقرار السياسي نقول خلالت خطوط تحت جيدة ونقول ان احنا عندنا مشكلة امن في خطر يعني الوضع ده لو استمر لو استمر حيبقى خطر فانت في النهاية لا الناس اللي مسكى الدولة دي تبقى امينة على البلد دي وعلى شعبها وتبتدي تغير بجد عدم الاستقرار السياسي اللي موجود في مصر سببه انه مفيش رغبة في التغيير كأن ثورة لم تحدث طبع عشان القائمين على البلد ومن يحكم البلد دلوقتي يكون امين ويكون ضمير وصحي حلالتك بتقول او بتشوف ازاي رئيس الوزراء القادم سواء يعني ظل دكتور كمال الجنزوري او كان اي شخص اخر مفروض يعمل ايه عشان يدعم الاقتصاد المصر بعيدا بقى عن سياسة التخويف والارهاب وكل اللي احنا نسمع اول حاجة مفروض يعملها الدكتور كمال الجنزوري انه ما ياخدش الوزراء لانه مرفوض ده الحقيقي الحقيقي انه احنا دلوقتي عندنا مشكلة زي ما حددناها كده عدم استقرار سياسي خلاص وفوضى امنية دول المشكلتين الاساسيين اللي معظمين تأثير الازمة الاقتصادية في المستقبل او خطر تأثير الازمة الاقتصادية في المستقبل على الاقتصاد المصري طيب احنا عايزين نعمل استقرار سياسي اول حاجة الاستقرار السياسي مش هينفع تضحي بمطالب ثورة في النهاية الناس دي عملت ثورة ومات منها ناس مش ممكن يستقر الوضع وانت جايب لهم ناس هم رموز نظام مبارك الحاجة التانية الدكتور كمال الجنزوري مع كل احترامنا ليه هو من مدرسة الليبرالية الجديدة اللي صار عليها الشعب المصري في الحقيقة هو اللي تمت الخصخصة في عهده هو اللي اتعامل مشروعات وهمية وفيها ضخ اموال كتيرة جدا من الشعب المصري في عهده بالعائد زي مشروع تشكة وشارقة تفريعة هو الدكتور كمال الجنزوري اللي حصلت في عهده ازمة نواب القروض والفلوس اللي هربت بره بنوك مصر بسبب قروض بالامر المباشر من البنوك العامة قروض اتخذت بالامر المباشر وتهربت بره مصر وبعد كده دخلنا في ازمة سيولة عنيفة جدا وحصل ازمة في القطاع العقاري اللي هو قطاع قائد في الاقتصاد المصري ايام الدكتور كمال الجنزوري فهل الرسالة اللي عايز يعملها المجلس العسكري ايه بالنسبة لطلب بتكليفه للدكتور كمال الجنزوري انه يقول مش هنغير يعني هريك شايف ان هو يرفض هذا التكليف تماما عشان الاوضاع تستقر ونرضي الشعب المصري بالضبط وعلشان كمان يبقى ويجي حد يبقى فيه رسالة واضحة انه فيه تغيير يعني مش هينفع للمجلس العسكري مش هينفع ما يقدمش رسالة تقول انه فيه تغيير حقيقي يحدث في مصر كل اللي بيعمله للأسف الشديد فيه اصرار على انه يقول للناس ما فيه تغيير هيحدث في مصر رمز نظام مبارك سياسات نظام مبارك نفس الشكل يا رب يقول كل الناس تبعت الفقرة دي عشان مهمة جدا وعشان ما حد يجي يقول لنا الدولة بتنهار والدولة بتقع نتيجة اللي بيحدث في مدان التحرير نقول له لأ انت عندك خلم ارجوك ركز وحل الخلل اللي عندك الاول استاذ رمضان متولي ودير تحرير جريدة المال باشكر حضرتك جدا نهارك سعيد شكرا نهارك سعيد مشاهدين خليكم لسه معينا فقرات في نهاركم سعيد